اشتركوا في القناة وعلى للنبي عليه الصلاة والسلام بالاستزازة من العلم وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب قووا أنفسكم وأهليكم نارا بالعلم بالعلم كيف تقي نفسك النار وأن ترتكب أشياء تكون سببا في دخولها وأنت لا تعلم وأنت جاهل قد يكون في صور الأمور المحرمة ما يعذر صاحبه بالجهل لكن يبقى أنه ولو كان جاهلاً في الأمور العامة وأصول الدين لا يعذر فيها والتقليد في هذا لا يجدي والعذر بالجهل وكبراء وكبراء فهل عذروا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً فمثل هذا لا يعذر بجهل فالعذر بالجهل ما في شكل له ظوابط وله شروط وله قيود والله جل وعلا يقولوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالذي في حكم أهل الفترة لم يبلغه شيء من الدعوة هذا الشك معذور ومآله في الآخرة كما قرر أهل العلم أنه حكم حكم أهل الفترة بحيث يمتحن كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر طريق الهجرتين في كلام طويل لأهل العلم لكن من أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم هذا على خطر عظيم ولذا من النواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ذكره الإمام المجدد من النواقض من نواقض الإسلام ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا